موسيقى لسا من كمين حلقتنا مع حضراتكم وليه بقينا كتير بنسمع عن الأمراض النفسية في الأطفال هل السبب هو أخطأنا إحنا في التربية ولا القصة هو في استعداد الطفل نفسه أنه هو يصاب بمشكلة نفسية طب يعني إيه اضطراب المشاعر عند الأطفال وإيه هي أشهر الأمراض النفسية اللي ممكن تظهر في عمره الصغير أوي والمشكلة لو كملت معا بعد كده قد إيه دور الأم الإيجابي وحضرها المباشر بيساهم في دعم نفسية الطفل والحفاظ على استقراره والتوازن النفسي ليه إيه المقصود بمتلازمة الأم المتوفية أبس هي موجودة بس هي متوفية طب إزاي؟ هنعرف إيه أفضل طرق العلاج وأعراض المشاكل النفسية عند الأطفال كلام عن أطفالنا والأمراض النفسية مع ضفتنا من ورانا في الستوديو دكتورة مونة الشيخ أستاذ الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم بجامعة عين شمس أهلا بك يا دكتورة أهلا وسهلا الأول بس عايز أميز ما بين حاجتين أو ثلاث حاجت اضطراب المشاعر والأزمة النفسية والمرض النفسي عند الأولاد هو ما فيش مصطلح اسمه أزمة نفسية هو مجرد لو الطفل بيرد رد فاعله على أي حاجة متغيرة في حياته فبتبقى حاجة مؤقتة تغيير في السلوك أو تغيير في الأفكار أو تغيير في المشاعر بتاعته أو في العواطف بتاعته فترة مؤقتة دي بنسميها أزمة أزمة بمعنى أنها مجرد ما الظرف اللي هو متعرض لي ده بيتحسن خلاص الطفل بيتحسن مرض نفسي لأ عما بنيجي نتكلم على مرض نفسي عند الأطفال معناها أعراض محددة لمدة زمنية محددة ومؤثر على الطفل بمعنى من كترة ما الطفل ده في طفل مثلا مزاجهم أريف كام يوم لأن مامته مثلا متخنقه سايب البيت جاب الطفل جديد أي حاجة من دول ممكن تكون أزمة عبيرة وحتعدي مجرد نعرف سببها وخلاص في طفل لا الموضوع ما أثر عليه لدرجة أنه ما بيخرجش من البيت ما بيتكلمش مع أحد مدة طويلة مش رادي ينزل من المش رادي يروح المدرسة أثر على وظيفته كالحياة الاجتماعية بتاعته وظيفته الوظيفية بتاعته أن ينزل مدرسته أو لا أو حتى في بيته هنا بنقول لا في مرض نفسي عملته شكل من أشكال الإعاقة عن أنه يمارس حياته بشكل طبيعي بالضبط تأثير سلبي عليه في حياته اجتماعية أو الوظيفية أو حتى وظيفة الطفل ما هونه يذاكر أو يلعب أو كده أو يأكل حتى كل الكلام ده طيب دلوقتي مين فيهم يأثر في الطفل الأكتر لو حصل مشكلة بين الطفل وبين الأب ولا بين الطفل وبين الأم وإذا كانت الأم مش موجودة هل ده بيأثر زي ما كان الأب مش موجود؟ هو لو حتكلم مظبوط مش ضروري للأمانة لا أب ولا أم مهم أن يكون حد ثابت مراعي الطفل بيديله ريسبونسيف كير بمعنى أنه من وهو صغير أنا عايز حاجة أنا متطمن أن الشخص اللي قدامي ده أنا واثق فيه يوم ما يكون جعان هيأكلني يوم ما يكون عطشان هيديني يوم ما يكون حيشربني يوم ما يكون خايف حيطمنني الوظيفة الأساسية بتاقع على الأم عشان أكون صادقة أن هي الكيرجيفر الأساسي أو يعني مانح الرعاية الأساسي هي اللي موجودة فالمفروض أن هي اللي تقوم بالدور ده بس لن ننكر لو الأب هو اللي مدي الدور ده أوكي لو جد ده من الجدات اللي مدي الدور ده مفيش مشاكل هو بالنسبة للطفل أنا عايز أبقى سيكيور مطمئن مطمئن أن اللي قدامي ده واخد باله مني هي دي كل الفكرة ده لحظة سن كام الأطفال محتاجين يحسوا بهذا الشكل من الأمان والدعم والتواجد يعني أكتر حاجة أهم خمس سنين في العمر أول تلات سنين في العمر أهم حاجة خمس سنين في العمر الطفل بينمو ونموه وشخصيته بتتغير وأفكاره بتتغير والسيكيوريتي بتاعته إطمئنانه للدنيا حواليه بتتغير أول خمس سنين العمر أول خمس سنين يعني السوابت بتتبني عند الطفل والشخصيته الحقيقية بتتكون وبتظهر ملامحها في أول خمس سنين في أول خمس سنين أما للناس اللي بتقعد تتخانق قدام ولادها وبتدوا يقولوا كلام ما ينفعش يتقال ومواقف ما ينفعش الطفل يعيشها أصلا وقولك هو صغير مش فاهم دي أكتر حاجة غلط بتحصل لأنه لا هو مش لاقت لا هو مش فاهم لا هو الطفل بيحلل حتى نبرة الكلام الصوت طبعا خلافات الأم والأب قدام الطفل مهما يبان صغير يعني إحنا كتير قوي بنوضح لو أم مثلا جاب الطفل والطفل التاني كبير قدامه مثلا في غيرة من الإخوات أحيانا فبنوضح للأم حتى لو هتكلمي ابنك الكبير إنه مثلا ده بيبي صغير أنا كنت بحبك أكتر نبرد صوتك ما تتغيرش ما إحنا لازم نعرف إنه هما زي ريكوردر من وهو صغير قاعد بيسجل الصوت بيسجل ضربات القلب بيسجل الإحساس فأنا ما قدرش أقول الأم اللي هو ودروقتي بقينا منتكلم كتير قوي على خد الطفل سنة ونصف سنتين إرميه في الحضانة وارجع خده طب ما هو خمس ساعات اللي تساب في الحضانة دي هو مش عارف هو كده اتخطف هيرجع لمامته تاني مش هيرجع تاني هي ثبته يبقى أنا اتهزت عنده حتة الأمانة اللي احنا كنا بنتكلم عليها والثقة في أنه أنت سبتيني ومشيتي هو مش هيترجم بقى أنت ماشية ليه سواء بتشتغلي أو أنت مضطرة تشتغلي أو عندك ظروف هو مش هيقدر يترجم نقدر نشتغل ونقدر نعمل كل حاجة أنا عاوز بس أقول للأستاذ المشاهدين أن احنا معاكم لايف على مدار الفقرة مع دكتورة مونة الشيخ وستاذ الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم تجاوب على أي سؤال حضراتكم هتسألوه عندنا على صفحة ستات معرفوش يكذبو على فيسبوك المهم أن هو نقدر نعمل كل حاجة وتقدر الأم تشتغل ما فيش أي مشاكل خالص المهمة في الطريقة أن هو يبقى واثق عشان كده أكبر حاجة أنه الأم تسيب الطفل يتشغل في حاجة وتقوم واختب عدها وخرجها من وراء طب أنت كده بتخدعي هو مجرد ما يتخدع مرة الطبيعي مجرد ما يلقاكي تاني حيقوم ماسك فيكي خلاص هو مش عايز أنك تسيبي تاني أو يفقد الثقة فيكي وتبقى أنت بالنسبة له بديل اللي هو موجودة زي مش موجودة عادي موجودة زي مش موجودة بدأنا ندخل في اطرابات نفسية هو ده بقى بيبقى الطفل عنده بنسميها اطراب التعلق الطفل خلاص ما بقاش فارق معاه وأحيانا كتير قوي بتحصل أنه من كترة الناس اللي موجودين وما حدش فيهم مهتم بيا قوي خلاص ما بقيتش فارق بنسميها فروزن شايلد هو طفل متجمد في المشاعر بتاعته ما بيطلعش مشاعر لأي حد أو بالعكس يبقى ديسنهيبتد شايلد اللي هو يدي مشاعر لكل حد أي حد غريب ييجي يلزق فيه ويتكلم معه يجي للتاني ويلزق فيه اللي هو أنت ما بقيتش قادر تفرق مين القريب ومين البعيد مين اللي بيرعاك الأساسي ومين اللي بيرعاك ثانوي أو مين الغريب خالص اللي أنت مش المفروض تتصق فيه طب الشعور ده أو خلينا نقول الاضطراب ده لو كبر مع الطفل ده هيوديل فيه بيخلي عنده مشكلة قوية في التراست أنه هو يبني علاقات آمنة أو سيكيور أو مطمئنة أو علاقات ثبتة عشان هو على طول الناس اللي حواليه بيتغيروا بس عشان برضو المامهات ما تفتكرش إن غلط إن أنا أشتغل يتقولك إن المامهات عمالة بتعيط ورا كلامنا دلوقتي يتقولك طب أنا مضطر شتغل ما أنا لازم أنزل طب أعمل إيه تحضر هو مش صغير مهما كان سنه ست شهور تسع شهور هتبقى موضحاله هو بيترجم حتى نغمة الصوت فإحنا عادي إن أنا حودي باي باي وأخد بعضي وأمشي وما أرجع أبين له إنه أنا مش برضو مرجعش ودي بتبقى مهمة جدا لهفة الأم على ابنها أبنى رجع أم واخدى حضناه جامد إيه ده بتحضني كده ليه هو إيه ما كان إلا أنا كنت فيه خطر ولا إيه عادي نتعامل بس ما ما نخدعوش ما نخلهوش يفقد الثقة فإن اللي قدامي ده بيرعاني واخد باله مني فحتسيبه في الحضانة أوكي حتسيبه بالتدريج بمعنى أن أنا ما أقدرش أو أدي الحضانة وأخد بعضي وأمش أنا أحادي الحضانة وحقابل المدرسة بتاعته في الحضانة أو الناني أو أي حد حيرعاه ويبقى هو شايفنا احنا الاتنين إيه ده مامتي بتكلم الست دي هي ما اتطمنا لها يبقى ست دي أمان أو بترجم عنده بالزبط طب لو هي ثابته في البيت مع أخوه أو أخته أو حتى لوحده مع مساعدة مثلا في البيت أو بيبي سيتر في البيت أو حد وراحت ورجعت هل التأثير هنا على الطفل بيكون واحد هو ما خرجش من بيته هنا بيكون أقل عشان ما زال في المحيط الآمن بتاعه فحد جاي زيادة وهو متطمن والست دي قاعدة معاهم على طول فبيبقى الموضوع أبسط إنه دي دخل بيتنا ومنطي موجودة يبقى الست دي بيبني الأمان من بدر شوية طيب دور الأب هنا في التربية حتى فيه ساعات أبهات بتكلم مع زوجته ولادك يا هانم ولادك لا هم على فكرة هم ولادك أنت كمان فكرة إن الأبهات بتشيل إيدها من مسألة التربية عموما على الأساس إن دي شغلانة الأمة أو شغلانة الست فبيبتدي يحصل زي عدم تواصل بحواس الطفل نفسه سواء التواصل بصري أو إنه يتكلم معاه أو إنه يأكله يبتدي يشارك معاه في الأنشطة اليومية يأكله يحميه يلبسه يذكرله قد إيه ده بيأثر بعد كده وبيكبر مع الطفل بشكل ترى في علاقة الطفل ده بالأب عشان كده دلوقتي بقينا بنلاقي أولاد كتير سواء أطفال أو مراهقين وبعاد جدا عن باباهم عشان للأمانة هو عندنا مشكلة مع هرجع تاني للأم سبحان الله هي الأساس كله بيرجع للأم مامهات كتير أما بتجيب الطفل بيبقى في الأول أنا باخد بالي منه على طول أنا براعيز يادعني لزوم مفيش حد يقرق والمشكلة في الآباء إنه الأب ما عندوش غريزة الأبوة البنات الصغيرين حتى عمرهم خمس سنين عندها غريزة الأمومة فحتجبالها عروسة أوتوماتيك هتقوم البنت مسكى الطفل البيبي العروسة وتطبطب عليه وتحطه وتأكله لو جبنا الولد صغير الطفل ده هيقوم مسكو رميع الجنب وراح يدور على كورة وراح ييلعب بيه كأنه بشخشيخة مش هيركز قوي مع إنه كأنه طفل فالآباء ما عندهاش غريزة الأبوة دي ده ما إحنا عايزين بقى ننمي فيهم غريزة الأبوة إنهم يعملوا إيه بس بعد الفاصل لسا مكملين معاكم فقرتنا ومنزلنا مع دكتورة مونة الشيخ وستاذ الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم وكنا نتكلم عن إنه دور الأب مهم في التواصل بكل حواس الطفل مع الأب علشان يبتدي تنمو علاقته بالأب من الصغر ما يبقاش حاسس إنه فيه حد غريب معنا في البيت أو حد زائر مثلا أو كده لازم يكون فيه علاقة من أول ما الراجل بيدخل مع زوجته غرفة العمليات ويبتولد أعتقد إن العلاقة بتبتدي ويمكن من قبل كده كمان من قبل كده كمان لو الأب يعني متداخل أكتر مع زوجته إنه يتكلمه الطفل حتى وهو جوه الراحم بيسمع الأصوات بيسمع وبيميز الأصوات بالضبط فبالتالي لو إحنا حنتكلم إنه حتى نصيحة لكل أم مجرد ما الطفل يتولد دخلي الأب في كل الرعاية بتاعته الأب ياخد باله منه وينييمه ويكرعه حتى التكريع مجرد إن هو يبقى يحصل بوندن يهيرله يأكله يقعد يتكلم معه يبص في عناه يسمع يتعود على صوته ويتب طب عليه وياخده يأكله ياخده ينيمه عشان بس يحصل بوندن ما بينه بين الولد كلما يحصل ارتباط ما بينه بين الولد كلما غرسته ناحية الولد أو حيبدأ يألف عليه ويبدأ يركز معاه ويبدأ يبقى ده جزء من مسئوليته وعلاقتهم ببعض بتكبر من وهو صغير سواء ولد أو بنت سواء ولد أو بنت عشان المشكلة دايما بتحصل إنه لو كان ولد القبل ما بيبقاش متعلق قوي بالطفل هو صغير لحد ما يبدأ بقى تمارين الكورة وتمانية التمارين والماتشات وكده خلاص يبقى الولد ده تبعي أنا لا حركز معاه والبنت سيبها مع ما بيتها طب ما هي بالعكس البنت محتاجاك أكتر بكتير مجرد ما تدخل في المراقة طب بتبقى بعدها كائن غريب لا لا مش بعرف أكلمها لا مليش دعوة مامتها تتصرف طب فبيبتدي بقي في فرقتين في البيت فده مش صح أعتقد أنه ده بيكسر شوية الروابط الأسرية اللي هي بتجمع أسرة واحدة سواء للأم أو للأب يعني حتى للأم نفسها كون سبت الولاد على باباهم وأنا حاخد أنا البنات مش منطقي بقى خلي مالك أنه ساعة الأمة بتعمل ده يعني غصبة عنها في البداية أنه البيبي لا أه محدش يقرب منه محدش يشيره محدش يلمسه ما يبتدي الأب في الأول ممكن يكون هو عاوز يعمل لكن مع الوقت هو تعود على فكرة أنه لا ده تخصص الأمة أو الأطفال مسؤولية الأمة فبيبتدي أنه هو يبعد بشكل تدريجي ويتعود على كده ممكن يكون عاوز يعمل أو ممكن يكون قردي متربي على أنه هو مالوش دعوة الأطفال دول مسؤولية ماما هاتهم عشان كده بيجي أولادك وابنك وبنتك وقصة دي فإحنا أي أم لسه ابنها صغير أو حتى في أي مرحلة من مراحل عمره تدخل الأب ضروري ده مسؤوليتنا إحنا الاتنين كأم وأب طيب غياب الأب أو غياب الأم لسبب أو لآخر مش هنقش الأسباب بيكون تأثيره إزاي على الأطفال ولد أو بنت سواء في الصغر أو لما بيكبره ده بيبن في صورة إيه أو بيت ترجم في صورة إيه في تصرفاتهم بعد كده يعني غياب الأم أو الأب بيعتمد على مدى تعلق الطفل ده بالأم أو الأب ولكن في كل الأوضاع فكرة أنه البيت مستقر البيت مستقر معناها عندي أم وأب والأم والأب مع بعض في علاقة كويسة ما فيش خناءات ما فيش توتر ما فيش إيه ده بابا دخل فماما هتبدأ تتخانق أو هتسرخ فده المفروض يعني وده المفروض التربية اللي بتطلع لنا في الآخر أولاد مطمئنين مستقرين وقادرين على المشاركة قادرين على العلاقات الدائمة أسوية الأسوية أسوية بالزبط أما يكون الأم أو الأب مش موجودين على طول بتلاقي دايما الأولاد بيردوا على ده في حياتهم ما ما يكبروا فبتلاقي كتير قوي لأ مثلا أنا مش عايز أشتغل كذا عشان أنا بابايا طول النهار كان بيشتغل فأنا مش عايز الشغل ده أو لأ أنا مامتي طول النهار بتصرخ وتتخانق فأنا لا يمكن أقرب من واحدة شكل مامتي أو شبه مامتي أو طريقة مامتي وعلى العكس وعلى العكس الأولاد اللي هم يعني متربيين في علاقة نوعا ما مش بقول إن إحنا ما ينفعش نصرخ عادي حنتخانق في البيت وعادي حيبقى فيه خلافات بس قد ما نقدر بيكون التربية نوعا ما سوية بتلاقي الإبن طالع مطمئن قادر إن هو يشارك حد تاني قادر إنه يتقبل إنه مش أنا الكسبان على طول أو الزوجتي أو إخواتي حتى إخواتي خسرينين على طول دايما أنا بالعكس بيبقى فيه نوعا ما نقابل بعض في نص الطريق طيب الستة المقهورة اللي عندها مشاكل زوجية وعندها ضغوط وهي في الآخر بشر فغزبة عنها بتبتدي إن هي تفرغ ده في هذه الكائنات الصغيرة غزبة عنها هي مش قزة إن هي تأذي ولدها فبتبتدي إن هي تسرخ فيهم تبتدي ساعات ممكن تكون عنيفة معهم بطريقة أو بأخرى ثم الولاد دول بيكبروا فهي بتدرك هو أنا كنت بطلع غلي فيهم وفيش غلي فيهم ليه حرام ده كانوا أطفال صغيرين وهم دلوقتي يكبروا ممكن يكونوا مش قادرين إن هما ينسوا ده لكن هي في الآخر مش عايزة أقول ضحية بس في الآخر هيك هتحت ضغط وعايزة تتدارك الأمور تعمل إيه كبروا يعني على حسب سن الطفل أما الأم حابة تتدارك الحكاية دي أما لو إحنا منتكلم في السن المراهقة عادي خالص ندخل مع الأطفال في حياتهم لن تتخيلي حرك الكلام الأم الغائبة أو كانت اتوصفت سنة 86 dead mother complex dead mother syndrome واللي وصفها أندري جرين ده واحد طبيب نفسي فرنساوي سبحان الله اكتشفت مبارح بالصدفة أنه هو كان مولود في القاهرة سنة 27 بس هو كان بيوصف أمهات موجودين حاضرين جسديا ولكن غائبين بالمشاعر غائبين بالتعامل مع الطفل فالطفل بيحس كأنه قف الزرار الطفاء المشاعر بطالة تبقى موجودة فكأن مامته مش موجودة كأن مامته ميتة للأسف الموضوع ده توصف سنة 86 عم نتكلم من 38 سنة دلوقتي بقينا بنشوفه كتير جدا يا إما الأم منهمكة في مشاكل إن جوزها بيعمل إيه أو إذا هما سعدة أو لأ أو أكمل حياتي ولا لأ وللأسف البلد دلوقتي بقى فيها نسبة الطلاق لازم الناس تاخد بالها إن إحنا مشروع نكملوا مع بعض زي ما بدأنا مع بعض نكمل مع بعض ونكمل سعدة ما فيش طرف هياخد حاجة على الطرف التاني مشكلة من الأمهات بقت يا إما منشغلة في ده يا إما منشغلة في الموبايل فبقى المنظر بالنسبة للطفل كأن مامتي ميتة مامتي دي كده من هي حاضر غائب الحاضر الغائب وبقت بتبان قوي في رسومات الأطفال دلوقتي أما بنقول بس زي تجربة كده ارسم عيلتك هو 3-4 الوقت هيرسم الأم يا في المطبخ يا على الموبايل ما فيش حد بيرسم مامتي بتلعب معي أهو أنا ومامتي وبنلعب أهو أنا ومامتي بتنيمني ما بقاش ده موهور ده مشكلة بالضبط فبقى الأطفال دلوقتي يعني ويمكن ناخد بالنا إن إحنا مش محتاجين لنجيب لهم موبايلات جديدة ولنجيب لهم لبس ولنجيب لهم كذا قد ما محتاجين نبقى موجودين موجودين معاهم موجودين معاهم طب إيه العلامات اللي لو ظهرت على الأطفال وخصوصا في سن تكون الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها أول خمس سنين سواء ولد أو بنت أعتقد أنه ما بتفرقش علامات معينة بتقول إن الطفل ده عنده مشكلة نفسية أو عنده تراب مشاعر أو ربما عنده ترومة صدمة هو الأطفال بتتعامل مع أي تغيير بحاجة من اتنين ده بالنسبة له يعتبر سترس أو ضغط يا إما الطفل بيدخل الضغط ده داخليا بنسميه internalizing syndromes بقى ودول كمية أمراض إن الطفل يبدأ يكتئب ينزوي يقلق يمسك في ممته بطريقة فظيع له هو بنسميه تراب قلق الانفصال ماسك فيه على طول ومش عايز يسيبها أو الطفل بالعكس يطلع الضغط ده لبرة externalizing بقى فكل ما بيدغت أكتر بيبدأ يبقى عنيف ويخبط ويرمي ويكسر ويعض وكأنه بيطلع الضغط ده لبرة فأي تغيير في سلوك الطفل لازم إن إحنا هنركز كده إيه اللي بيحصل إيه اللي تغير حوالينا أنا بدي إبني وقت كفاية بدي إبني جودة من الوقت كفاية مش مجرد إنه قديني قاعدة وهو قاعد بيلعب وخلاص صعوبات التعلم ممكن تكون مؤشر مهمة بتقولي إن الطفل ده عنده مشكلة؟ صعوبات التعلم كمرض ده حاجة تانية خالص ده مشكلته إن الطفل مش قادر مع إن درجة زكاءه كويسة لكن مش قادر يقرأ كويس أو يكتب كويس أو يعمل عمليات حسابية كويسة جزء منه بيبقى بيولوجيك الجزء منه استعداد وراثي رقم اتنين بيبقى طريقة تركيب الجملة لأن أنا مثلا أعرف أكتب قرد فتبقى قرد دي ما بيعرفهاش دي بتبقى محتاجة يعني لأمانة تقييم دقيق ثم تدخل دقيق لكن لو بنتكلم على صعوبات التعلم إن ابني مش ماشي كويس في المدرسة دي لازم نركز إذا الطفل عنده فارت حركة ونقص انتباه إذا الأم ضبط توسودي عنده ADHD مثلا أو ما إلي ذلك طيب لو هو يعد في الكلاس سرحان في المدرسة لأنه عنده مشاكل كتير في البيت أو عنده مشاكل بالضبط فده أعتقد أنه ده تأثير نفسي مباشر الطفل مصدوم أو سرحان أو خايف يروح أو هو أو إن الأم شدة عليه قوي في المذاكرة وبقى بيحصل كتير قوي أنا عايزة إبني بيرفكت أنا عايزة إبني أحسن حد في الرياضة أنا عايزة إبني أحسن حد في الدراسة أنا عايزة إبني أحسن حد فالأم بقت بتبقى ضغطة زيادة عن اللزوم فالولد لا 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 أنا مش هتخر في المزاكرة أنا عايزة أرجع بس تاني مرة تانية لحطة الأم اللي بتسرخ في وشه أولادها كتير وبهدين بتزعل لما الأولاد يكبره ويطوله وأطول منها وتقول لك ده بيعلي صوته علي يا سيتي طب موضوع تراكمي ما أنت ربيتي على كده فده المنتج الفضلي الجزء الإيجابي بقى في الموضوع أنه الأطفال والمراهقين للأمانة عندهم ليونة نفسية علي قوي يعني هو يقدر يعدي المشكلة مجرد ما الأسلوب بيختلف فلو الأم مثلا لأ بدأت أقفش معايا فبقى أطولي أو أطول مني وأنتي عمرك ما كنتي موجود لازم ساعتها آه أنا بعتذر أنا عمري ما كنتي موجود بس أنا جاهزة من دلوقتي أبدأ نعتذر لولدنا لازم نعتذر لولدنا خالص خالص ده بيبين له أنه زي ما بنسميها كده التربية بالنموذج بالقدوة أنا غلط في ده ما أخدتش بالي أنت كنت ابني الكبير وما كانش عندي زي دلوقتي السوشيال ميديا تعالي نعد بقى مع بعض أنا أسفة أن أنا ضيعت وقت كتير جدا على الموبايل وكان المفروض أخد بالي منكم وأعود معاكم في نوعية وقت أو جودة وقت أحسن من كده أنا أسفة أن أنا طلعت عفريتي عليكم وأن أنا تعصبت عليكم كنت بزعق عشان أنا كنت ست مخورة أو مظلومة أو جوزي كان مسبب لي مشاكل أو سترس أنا أسفة أن أنا كنت بسيبكو كتير بس أنا كنت بروح أشتغل عشان كنت بحتاج أصرف عليكو علشان وعلشان ما فيهاش حاجة خالص بالعكس ومش حين هتخلي الطفل يقدر ده وما نقول أنا أسفة أنه أصلا كنت طلع عليكم المشاكل دي بسبب أن أنا كان عندي مشكلة صغيرة بيني وبين باباكو ما فيهاش أي مشكلة خالص بس لازم أما أقول أنه كان عندي مشكلة أبين له عارف أن ما أنت بتتخانق مع صاحبك وتقعدوا شوية لوحدك وكده وترجعوا وتبقوا أصحاب تاني عارف أن ما أنت بتتخانق مع أخوك وتقعدوا شوية وترجعوا تاني يعني قصدي ما يعني نحترم قدرة الطفل على الإدراك ونحترم نسب قدرة زكاء الطفل وفي لقطة أنا حابة قوي أن حضرتك تلفتي نظر الأمهات لها مش معنى أن الأم والأب نفصل لو هو عامل فيها إيه بلاش نشوه بعض لأن ده تأثيره نفسي سيء جدا على الأولاد في الآخر الطفل هو الضحية الأولى أنا مش فارق معايا بابايا ده كويس ولا وحش أنا فارق معايا أن رمز الأب عندي مزبوط ورمز الأم عندي مزبوط فمش رائع أن احنا نخبط في بعض هو عمره ما هيبقى حكم لكن نقدر نبين آه أن في حبة خلافات ما هو حيلقطها وبعد كده يرجع يقول أنا مش واثق فيك وانتوا بتخموني انتوا بتحكوا علي حتى لو كل واحد راح في طريقه ونفصل وخلاص بس في الآخر نحافظ على نفسية الولاد ما نجرحش في بعض ما نشوهش صورة بعض عشان أصل في الآخر حتى لو كسبنا الجولة احنا خسرنا نفسية أولادنا وخسرنا شكلنا قدامهم كمان شكرك شكرا جزيلا دكتورة مونة الشيخ والسادة الطب النفسي للأطفال وصعوبات التعلم شكرا لحضرتك نوار سينا ألف شكرا يخنم وبعد الفاصل نور البرنامج هتقول لنا هو اللي تظلم ظلم بين يقدر يعمل ايه ويرد الظلم ازاي وياخد حقه ازاي ويسامح ولا لأ وإيه سر حسبي الله ونعم الوكيل